أسمعني بابا معك فرقة إتقال في إيطاليا لم يعد البحر المتوسط والغابات الموحشة هو العدوى الأول الذي يخشى منه المهاجرون وطالبوا اللجوء إلى أوروبا بعد توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الأخير في بروكسل إلى اتفاق على النص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه الاتحاد إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أحدى دول الاتحاد الأوروبي والسماح بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد إلى مدة قد تصل إلى أربعين أسبوعا يسمح خلالها بإجراء دراسة سريعة ومبسطة لعدد أكبر من طلبات اللجوء للوافدين من بلدان معدل قبول طلباتها أقل من 75% للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر وتقف كل من ألمانيا وإيطاليا على رأس المعترضين على القانون في موقفين متضادين الأول إنساني كما تؤكد برلين في حين تشير رئيسة الحكومة الإيطالية جورجينا ميلوني إلى أن أسباب رفضها تركز على دور المنظمات غير الحكومية وخصوصا التي تمولها برلين في إنقاذ المهاجرين حيث تطالب ميلوني بإنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن المستخدمة على الجانب الآخر تبرز جوانب غير مدرجة في القانون الجديد وهي التواطئ مع الدول التي تعتبر أكبر معبر لتدفق المهاجرين وعلى رأسها تونس وتشين منظمة العفو الدولية إلى أن الاتفاق المبرم مع تونس من شأنه أن يديم الانتهاكات نفسها باحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين فضلا على اضطرال المهاجرين إلى أن يسلكوا طرقا أخطر تجنبا لاعتراض السلطات لهم بينما يتربح المهربون من ذلك إذن هي لحظة أخلاقية أخرى يقف عندها الاتحاد الأوروبي وستكون فاصلة كما يرى ناشطون ومنظمات حقوقية بإثبات تمكن التيار اليميني المعادي للمهاجرين واللاجئين من أوروبا والتي تقف مفاخرة باحترامها لحقوق الإنسان وتنحدر في ذات الوقت من تهاك الأعراف والقيم التي قام عليها الاتحاد